هو الطبيعي طبعاً أنه زكال الصناعي أو الـ AI أو الـ Artificial Intelligence زي ما بيسموه داخل دوقتي تقريباً في كل مجالات الحياة لكن اللي يمكن أن يكون بين قصين جديد شوية عندنا هنا في مصر هو دخوله في مجال الرياضة وزي ما شوفنا كده وسوق كبير جداً معدلات نموه بتاعته يمكن أن أكتر معدلات النمو ارتفاعاً على مدار السنوات الأخيرة وتأثيره الحقيقة كبير جداً سواء على المستوى الفني وعلى مستوى زيادة القدرات والقدرة على التحليل أو حتى على مستوى الاستثمار والعوائد المادية الضخمة جداً اللي بترجع على المستخدمين لي وأهمهم طبعاً زي ما شوفنا في الأرقام دي مثلاً أمريكا الشمالية تحديداً سوق أمريكا الشمالية تحديداً المستحوى استقليباً على حوالي 45 أو 46% 42.5 بالضبط 42.5% من حجم السوق ده هنتكلم عليه ونحاول نقرب ونبسط الدنيا لحضراتكم ونشوف إزاي ممكن حاجة زي كده تفيد قطاع رياضة عندنا في مصر وكرت القدم على وجه التحديد ونحاول نشرح لحضراتكم العالم النهاردة بيتحرك إزاي من خلال لقاءنا بواحد من ديوفنا الأعزاء الحقيقة اللي أنا بتشرف بمقابلته النهاردة دكتور مصطفى سابت بس أخير دكتور مصطفى وأهلا وسهلا بك فرصة سعيدة جداً أنا سعيد جداً اتأخرت بس الحمد لله أنا سعيد جداً بوجودي طبعاً في قناة الناد الأهلي اللي أنا بيعشق طبعاً الناد الأهلي وطبعاً الأسعد في هذه الفرصة لأنني أكون موجود محرك في اللقاء الأول عبر قناة الناد الأهلي ده شيء سعيد جداً اتشرفني خليني أبدأ مع حضرتك الكلام أن احنا نبسط لناس شوية يعني إيه زكاء الصناعي وإيه هو علاقته بالرياضة عموماً وبكرة القدم خصوصاً خليني أقول ببساطة زكاء الصناعي هو محاولة محاكاة العقل البشري ولكن بنختار هنا بقى العقل البشري ببعندنا القدرة أن احنا نختار أنهي الأكثر تمييزاً من خلال تعليم الآلة أو من خلال الآلات المختلفة يعني أو من خلال استخدام التقنيات التكنولوجية يعني مثلاً احنا عندنا واحد من أمهر الناس دلوقتي ميسي فإن احنا إزاي نقدر نحاكي عقل ميسي من خلال الآلة في أن احنا نطور لعيبة كتير محمد صلاح طبعاً ونجمينا العظيم محمد صلاح اللي بنبارك له بنبارك لمصر كلها أنه أصبح الهدف التاريخي ليفربول أو في البريمير ليج عبر التاريخ كله يعني ده حاجة الحقيقة يعني مبروك لمصر كلها هذا الشاب الرائع يعني إزاي نقدر نحاكي عقلية محمد صلاح من خلال استخدام التكنولوجيا أو من خلال استخدام الآلة ده ببساطة أو تبسيط بسيط جداً لفكرة الزكاة الاصطناعية هي محاولة محاكاة العقل البشري ولكن بقى بنختار مين العقل البشري فنختار الشخص الأكثر خبرة بالضبط جداً ممكن ناخد ميكس بقى يعني ممكن نعمل ميكس عندنا ميسي عندنا رونالدو عندنا صراح عندنا مبابي عندنا كثيراً من المبدعين نقدر ندخر ده كله في زي ما بقولوا كده مفرمة ونطلع المعارف اللي عندهم كلها والخبرات اللي عندهم فإن إحنا نساعد في التطور إن إحنا نطلع لعب تميز الكلام الحاج بتكلمني عنه دلوقتي ده ده متطبق بالفعل برا ولا ده في إطار الرؤى والأحلام المستقبلية ده هو بالفعل متطبق متطبق من زمان جداً على فكرة لو رجعنا بالذاكرة شويتين لوراء الكاس العالم 2002 كوريا واليابان لو هيك تفتكر اليابان ما كانش فيها كرة خالص على فكرة يعني قبل 2002 اليابان تقريباً في الكرة كانت يعني يعني ما فيش أي تاريخ خالص كورا أسي كلها ولا اليابان ولا كوريا ولا حتى أمريكا لكن كان وقتها عندهم تخطيط أنه يستخدموا التقنية الحديثة في تطوير لعبيهم ووقتها تم استخدام لو حيك تفتكر كنت هتلاقي ده من المدارب بتاع اليابان موجود معه تابلت على وراء على كورس البودلاء يعني زي ما بقولوا يعني أو البنش زي ما هي بتقول قاعد معه التابلت وفيه أجهزة مسبتة في اللعبين وكانوا من خلالها يقدروا يعملوا يعني تحديث بدأنا نشوفها عندنا في مصر مؤخراً للأجهزة الحقيقة آه بس احنا تخيل بحقيقة ده من 2002 وبالمناسبة في الفترة دي عشان دايماً العلم على فكرة بينجح والعلم بيكسر الدنيا خلال الفترة دي اليابان جهزت فريق قوي جداً ودخل كاس العالم مش بس دخل كاس العالم ووصل لدور الثمانية الأول مرة في تاريخ وكوريا اللي برضو استخدمت التقنيات دي بشكل أقل شوية من اليابان برضو وصلت لدور قبل النهائي في البطولة دي وكان حدث تاريخي لم يحدث من قبل فتقنيات الزكاة الاصطناعي موجودة من زمان جداً استخدامها كان بيتم بشكل كبير جداً في العديد من الدول ويمكن اليابان على رأسهم ولكن الحجم الأكبر زي ما هيكتفضلت في المقدمة في الولايات المتحدة الأمريكية أمريكا الشمالية طبعاً اللي هي بنكلم على الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وممكن الولايات المتحدة الأمريكية مستحوزة على الجانب الأكبر يعني كندا أخذ جزء صغير جداً بدأنا نشوفها في كل حاجة نحن النهاردة نتكلم على الزكاة الاصطناعية في كل المجالات مش بس في الرياضة طبعاً في كل العالم لكن في الرياضة بيبتدوا بالبقتي يتطوروا بشكل كبير جداً شفناها في الكاس العالم الأخير في خطوط التسلل أي كمان في خطوط شفناها من قبل كده من 2014 في كاس العالم في البرازيل من خلال خط المرمى عملوا استخدام كرة عادية بالزبط استخدام استخدام وضعوا شرايح في أرضية الملعب وشرايح في الكرة نفسها كرة نفسها كان فيها شرايح زكية بتبعت بيانات تقدر تحدي من خلالها خطوط التسلل تقدر تحدي من خلالها خطوط المرمى بشكل دقيق تقدر كمان بقى تعمل التطوير اللي احنا هكلم حقيقة عليه الخاص بي تطوير مستوى اللاعبين وقدرتهم على اتخاذ القرار يعني اللي بيميز مثلا لعب زي ميس وحقيقة بتكلم كده حسيت انه بعد يعني قدام شوية الموديل الفني هيبقى وافع الخط بره مسك جويستيك وبيحرك اللاعب يعني 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 خد بالحقيقة انه على فكرة اي تطور تكنولوجي بيبدو في الاول حتى في ناس بتعتبر وتعتبر وتقولك مش معقولة يعني لو نرجع بالزاكرة كده ايام ما كانوا يقولك ناخد اهيب عندنا محمول ونتحرك به في الشيارة وحد الناس بتتريأ هتمشي بحديدة تتكلم بحديدة لكن دوقتي احنا بتكلم على الموبايل دوقتي بقى جزء من الحياة اي فكل تكنولوجيا جديدة بقى الناس ما عنداش تصور اه لو نسيت الموبايل في البيت هتحس انك يعني مفصل عن بالزبط اه عن الحياة او لا مش دادر هترجع تاني مش هتقدر تكمل اصلا مشوارك احنا بتكلم على انه طبيعي على فكرة تكنولوجيا جديدة كمان لما نتكلم عن الميتا فيرس بقى الميتا فيرس زي ما حاجب تقول كده انت كل حاجة فتراضية يعني انت يعني كل حاجة فيرشوال كل حاجة مش موجودة يعني انت عايش فيها مش وقعية اه انت عايش فيها بس مجدر ما تسافر على الموازي يعني بالضبط كده لكن لكن احنا بنكلم على التقنات الزكال الصناعي الجزء منها تم تطورها الميتا فيرس بالمناسبة اي فشيء يعني هيبقى مفيد جدا لماذا تأخرنا دكتور مصطفى معلش يعني انا متخايل ما عنديش ارقام طبعا لك انا متخايل حتى من الارقام اللي احنا عرضناها يمكن واحنا مستقبل حضرتك انه الموضوع منتشر وانه امريكا ليها مساحة كبيرة جدا عنديش هيك ان اوروبا متقدمة جدا في ده اسيا واضح ان ليها كمان خلينا اقولها حقيقة ان المؤشر الابتكار مساحة افريقيا فين عموما بتتصدر اسرائيل يليها تركيا يليها الامارات العربية في افريقيا بيتصدر مؤشر الابتكار جنوب افريقيا يليها بوتسوانا بوتسوانا يليها كينيا ده يؤكد لك ان احنا اه طبعا متأخرين زي ما حايب تقول متأخرين جدا ليه ليه بقى اقول لحقيقة الموانع هل الكلفة مثلا لا لا خالص لعشان احنا مش فاضين احنا عندنا سرعات اهم عندنا خناقات اهم لكن فكرة ان احنا نبقى مهتمين ان احنا نكون صباقين في مجال سهل جدا ان انت تصباق فيه لان انت عندك الكوادر اي خلينا اقول لحقيقة مفاجأة يعني انا انا في جامعة في اقليمية جامعة الفيوم عندنا السنة الجاية في ماجستير مشترك ما بين كلية الحاسبات وزكاة الاصطناعي جامعة الفيوم وكلية التربية الرياضية جامعة الفيوم لاستخدام تقنيات الزكاة الاصطناعي في التحليل الرياضي فاحنا الكوادر موجود بدليل انه النهاردة بنجاء بتجهيز لماجستير في الزكاة الاصطناعي والتحليل الرياضي والعلم الرياضي لكن فكرة المتخز القرار في ادارة الكرة المصرية الحقيقة او في الرياضة المصرية عموما يعني ما عرفش الحقيقة انا ما شفتش اي بادرة وان كان على فكرة في بعض الشركات الخاصة شفنا خلال الفترة اللي فاتت بيتم تجهيز اماكن فيها تقنيات للزكاة الاصطناعي لاختبار اللاعبين واختيار اللاعبين المتميزين اتمنى في مشروع قومي دولاتي مطلق في الدولة المصرية هاجي لتفاصيله بس اعلى نشوف مجمعهم الارقام في معدلات وقطاعات اللي بيدخل فيها للزكاة الاصطناعي وحجم تأثيرها واستفادت القطاعات دي منها طبعا ده على المستوى العالمي يعني ده سوريادة والابليكيشن او تطبيقات للزكاة الاصطناعي من 2019 ل 2026 بالمليار دولار طبعا شايفين تطور اللعبين اه دي الاهتمامات طبعا تحليل اللعبين اه تفضل تحليل اللعبين وتحليل تحليل اللعبين ده الأزرق اللي قدام حكوم على الشاشة باين بالخط الأزرق اه هنقولها بالترتيب يعني من أول للآخر يعني تحليل اللعبين تحليل البيانات استخدامات أخرى كمان تحليل السلوك المشجعين وده مهم جدا على فكرة لأنه ده بيستخدم في حاجات كتير اقتصادية طبعا ضمنها على فكرة مبيعات التشتات هو جزء الاقتصادي في كرة القدم مبني بشكل رئيسي على المشجعين بلا شكل تتكرم على فكرة لهم باللون الأصفر قدام حضراتكم على الشاشة هم طبعا أكبر جزء أو أكبر شريحة أو قطاع مستفيد تعرف حقيق لو خلنا مثال النموذج من النادي الأهلي نادي الأهلي ليه كم من المشجعين في العالم العربي والعالم كله بشكل كبير جدا ومرعب جدا وحاجة من خلال قناة النادي بقى نادي إدارة النادي النهية تعمل النادي الأهلي على الميتا فيرس تخيل حقيق كم مشترك ممكن يجي النادي الأهلي على الميتا فيرس يعني إيه تعمل النادي الأهلي على الميتا فيرس يعني حاكي حاكي كل فروع النادي الأهلي أنه يقدر شخص يبقى مشترك وعضوه في النادي الأهلي وهو في أمريكا ويقدر يقرر يلبس النظارة فيعيش كأنه عايش جوة فرع الجزيرة وياخد كل الفاسيليتز ويتفرج على تدريب النادي الموضوع ده على فكرة سهلة جدا ما هواش يعني مش مكلب في تكلفة بل بالعكس ده ممكن يكون مصدر أكبر من كل مصدر الدخل للانديا المصري يعني ده الوجهة عضوية افتراضية عضوية افتراضية طبعا عضوية افتراضية ما عايز أقولها حقيقة أن في دول بدأت نحن نتكلم على قطر النهاردة جامعة قطر عملت جامعة قطر على متا فيرس وبقى فيش تركات وبقى مصدر الدخل كويس جدا للجامعة نتكلم على الهيئة الملكية للحج في السعودية عملت الحج على الميتا فيرس عشان الناس تتدرب على الحج قبل ما تروح عشان يسهل العمليات الليلة لما تكلم على نادي الأهلي اللي ليه الملايين العاشقين في العالم كله لو قدرت تعمله على الميتا فيرس وجالك مليون مشترك بس وكل مشترك هيدفع في الشهر عشرة دولار أنت تتكلم في كم من الأموال غير طبيعية لكن المؤشرات اللي احنا شفناها أو معدلات التطبيق اللي احنا شفناها على القطاعات المختلفة بيانت لي أنه الجانب الاقتصادي أو جانب الربح والاستثماري في فكرة تطبيقات الأرتفريشال انتليجنس أو الذكاء للصناعي أكبر بكتير جدا من تطوير اللعبة نفسها أو تطوير المستوى الفني لللعبة نفسها لا أنا مختلف مع هايك شوية لأنه هو الاتنين مرتبطين ببعض لكن بطبيعة الحالة أنه المشجعين هم العدد الأكبر فالاهتمام بيهم والاهتمام بالتقنيات اللي هتساعدنا في تحليل سلوكهم لأنه نخد بلح حقيقة هي التورطة الأكبر لأننا عايز أكسب منهم زي أقول الحقيقة اللي في الآخر هي اقتصاد الحقيقة كلها على فكرة اقتصاد النجاح في الحقيقة اللي ما تقوليش أصل أنا هنجح في العلم وهنجح في الطب مش هتنجح في حاجة خالص غير لو أنت نجح اقتصادية ونهارذا بنتكلم عن الرياضة أصبحت اقتصاد وجزء ليتجزأ من العلم الرياضي هو علم الاقتصاد الرياضي اييي فبنتكلم عن فكرة تحليل المشجعين وهو قيمة تسوقية للأندية نهارذا بنتكلم عن قيمة الناد الأهلي وكل الناس بتجري وراء لي عشان عنده عدد من المشجعين كبير جدا لعدد من المتابعين والمحبين كتير جدا فكلما زادت شعبيتك وكلما زاد متابعيك كلما زادت قيمتك الاقتصادية نهاردة بنكلم على أرقام خرافية لرعاية النادي الأهلي ليه كل سنة الحمد لله بتزيد عن السنة قبلها ليه؟ لأنه كل شوية فيه مشجعين وكل شوية فيه منتمين ليزيد لا لأنه احنا بنكلم أنه براند النادي الأهلي شعار النادي الأهلي وقف وراه عامل نجاح كتير جديد منها من ضمنها واحد من أهمها طبعا القاعدة الجمهورية والشعبية اللي موجودة في كل مكان في العالم الانتماء والحب وأنك أنت تبقى مشجع ومحب للنادي ده مرتبط أكيد بمنظومة كاملة بتشوف فيها نجاحات وبتشوف فيها تتويج وبتشوف فيها بطولات وبتشوف فيها حاجات كتير طبعا بلا شك وده كله مرتبط بالعلم بتشوف فيها منظومة قيمة ومنظومة أخلاق معينة بلا شك طبعا وده كله في الآخر بيرجع لإدارة يعني ده ما فيش خلاف على كده لكن أنا بقول لحقيقي أنه في المجمل أنت عندك فرص قوية جدا لاقتصاد جديد غير مكلف الدخول فيه بدري هتبقى أنت متخيل الحقيقي لو أنا تخيلت أن الموضوع ده تطبيق وهيبقى مكلف جدا في بداية يعني هكذا تبتدي مثلا بالموبايل مع بداياته في نهاية التسعينيات كانت قصة أنك أنت تمسك الموبايل ده شيء يعني صعب جدا أو مكلف جدا لأنه التكنولوجيا كانت في بداياتها لكن النهاردة بتتكلم على أنه العالم كله منحظنا كويس أن كل التقنيات دي ظهرت بعد تطور كبير جدا فيما يخص لأنه كان أغلى حاجة في الزمان هي المنتج نفسه اللي هو الجهاز نفسه نحن النهاردة بتتكلم على كل الجهاز المستخدم وكلفة للتصالات برضو طبع يعني حتى الزمان كان أنا فاكر كويس جدا لما أول مما مسكنا الموبايل ده كانت دقيقة عشان تتكلم في الموبايل برقم كبير النهاردة دقيقة أنا نسكوا لها مسكة تلفونات قادة بتغيطونه أنا بدأت كانت جيني ونس ما عرش حقيقة كانت بدأت أغلى من كده فكان فعلا حتى الخط نفسه كان غالي جدا نحن نتكلم النهاردة الحاجات دي تقريبا كلفتها لا تتكلم كمان النضالات الخاصة بالفيرشوال وكلام ده بقت أرقام قليلة جدا وبقت متاحة بشكل كبير جدا ما بقتش مكلفة فالعملية نفسها مش مكلفة لكنها محتاجة اراضة محتاجة عمل محتاجة قرار محتاجة حد يكون واعي للقطاع الجديد ده من السوق وخد بها حقيقة أن الأندية بره بدأت تشتغل في ده يعني هتتفاجئ أن الأندية أوروبا بدأت خلاص تعمل الأندية تعيتها على الميتا فيروس وهتفتح الاشتراكات فيها تخيل لو احنا يبقى أول نادي في العالم بيعمل الكلام يعني النهاردة حقيقة بشترك في نادي زي برشتونة أو باي بيونيخ مثلا قدر عمل عضوية افترضية خلينا أقول حقيقة أنا من سنة بالزبط كنتم أدعو لمؤتمر عاملها وكالة ناسا في الإمارات كانوا بيعلنوا فيه عن إطلاق الجامعة الأولى لناسا عبر الميتا فيروس وهيبقى فيه طلبة بتدرس من كل أنحاء العالم عبر الميتا فيروس من خلال جامعة ناسا طبعا الموضوع كل اقتصاد لأنه لها اشتركات تعالى حقيقة ناسا هتجيب فلوس من كل أنحاء العالم لأنه كل يدخل تعالى في بيتك معك نظرتك وعايش جوه احنا كنتم أتكلم على معدلات نمو لو ممكن نوري ناس معدلات نمو الارتفيشال انتليجنس في قطاع رياضة بس دلوقتي يمكن الدكتور مصافي بيدي أمثلة أو نمازج مرتبطة مثلا بالتعليم وكده خلينا نقوله حقيقة حتى في الكورة يعني خلينا نقوله حقيقة في الكورة أنت النهاردة بتكلم على كمية الحضور الجماهيري من كل أنحاء العالم يقدر يبقى حايش معاك ممكن ندي فيك ناس على السوق الخاص بالذكاء الاصطناعي في القطاع رياضة فقط لغير من 2017 لـ 2027 لـ 2027 يعني تطور طبعا بالزبط يعني تقريبا التطور بيزيد بالمعدل اللي بالأزرق ده خاص بالسوفتويل وبالخدمات والأخضر ده خاص بالخدمات مضبوط فاحنا بنتكلم على تطور من حوالي مليون دولار إلى سبعة بوين ثلاثة بليون دولار فأرقام الحقيقة وأنت متصور حقيقة أنه التوقع بالنسبة للذكاء الاصطناعي والميتا فيرس في كافة القطاعات 20-30 أن نحن نوصل لحوالي 1700 مليار دولار حجم الاستثمار فيها كل الرياضة فيها جزء كبير جدا لأن نزم بقول الحقيقة فيه تصابق على الرياضة لأن الرياضة لها متابعين كتير جدا وأصبحت اقتصاد مهم جدا في كل دول العالم لما تخيل الحقيقة أن أنت تبقى قاعد عاشق مثلا النادي الأهلي وقاعد في الولايات المتحدة الأمريكية وعايز تحضر مطش بتاع النادي الأهلي والمقولين العرب كأنك في الاستاذ هتحضر كأنك عايش بالضبط في الاستاذ وهتشجع والمشاء وصوت التشجيع بتاعك هيوصل للاستاذ أنا متخيل الفكرة طبعا ومش حاسس يعني تعالي فيه أفكار مثلا بتحلم من قبا بتشوفها أو بتتخذها وتحس أنها سانس فكشن حاجة هتحصل في المستقبل لكن الحاجة بتقوله ده أنا حاسس أنه سهل جدا وقريب جدا تعمل في كاس العالم الأخير على فكرة في قطر 22 تعمل ده وده خير حاجة بقى يعني إحنا منكلم على أنه لو عندك 100 ألف واحد في المطش بيتفرجوا عليك من كل أنحاء العالم كل واحد بس دفع دولار أدي 100 ألف دولار في مطش واحد يعني حجم إرادات مهول مهول جدا جدا واقتصاد ده بكلام حاجة بسيطة جدا على فكرة لكن في تفاصيل أكتر من كده بكتير جدا كمان التحليل في الإعلانات نحن النهاردة بنكلم على الزكاية الاصطناعي في مجال الإعلانات في المجالات الرياضية وحاجة مثلا زي والأهلي صباق في المنتجات الخاصة به النادي الأهلي والديجيال ماركت بتاعه أنه تقدر تبقى من خلال استخدام تقنيات الزكاية الاصطناعي تضاعف عشرات الأضعاف من مبيعاتك للمنتجات دي مش بس كده ده كمان التطوير احنا كلنا طبعا أعتقد وعلى أغلب المشاهدين عارفين إيلون ماسك واحد من الكبار المبتكرين في العالم واحد من أغنى أغناء العالم دلوقتي وهو صاحب شركات عالمية كبيرة جدا على رأسات طبعا بدون ذكر أسماء الشركة آه مش هنقول بس طبعا كان على تايكون آه بالضبط آه بالضبط صناعة آه يعني حاجة حاجة أعتقد يعني لو ذكرناه مش هابه في فوق إعلانات يعني لكن هو في الآخر إيلون ماسك هو علامة هذا الرجل قرر أنه يعمل حاجة مجنونة تماما أنه يعمل شريحة عارف حقيق فيلم 8 جيجا أعتقد بتاع محمد سعد اللي هو يتم زراعة شريحة آه وتستدعي البيانات بشكل سريع جدا فتتحول أن أنت قادر لما هو اشتغل محامي ونجح جدا لأنه عنده شريحة فيها آلاف المعلومات فقادر يسترش بسرعة ويطلع على المعلومات فقادر يجاوب طول الوقت على كل الأسئلة اللي بتسئل لها ده بيحصل إحنا كنا ده بنتكلم على فيلم بين هزر وكان كان اسمه قلين بـ 8 جيجا لا انتجاة هزر بجد والله آه ده تم بالفعل يعني إيلوم ماسك عمل ده وتم تجربته على الحيوانات على الأرود ونجحات مبهرة في سلوكهم وطريقة تعاطيهم وأقول لحاج بقى مؤهلتك قلنا 18 جيجا آه 32 جيجا على فكرة ده بيحصل بقى لعيبة كمان بيحصل لعيبة أنا في وقت من الأوقات بحس على فكرة واسمح لي بخاف جدا من التطور التكنولوجي ده أنه يعني يقتل الإمكانيات والخضرات هو في جانب منه بتاكيب يطور بس في جانب تاني بيقتل حاجات كثيرة جدا عليها الفطرة الإنسانية بص حيك يعني السوشال ميديا مثلا على رغم منها مفترض مفترض أنها اسمها تواصل اجتماعي لكن بشوف أنه أثارها السلبية على المجتمع وأثارها على العلاقات الإنسانية الحقيقية وعلى التواصل الحقيقي سلبي جدا جدا بس ده العلاقة بثقافة الشعوب يعني هتلاقي حقيقة مثلا السوشال ميديا عندنا والتعامل معها وتعاطي معها مش شبه الدول اللي صنعتنا السوشال ميديا يعني على سبيل مثال أحد التطبيقات الشهيرة اللي صنعتها الصين شوف المحتوى بتاعها في الصين وشوف المحتوى بتاعها في مصر يعني مش عايز أقولي اسم المحتوى التطبيق ده لأنه التطبيق معروف جدا لكن إحنا محتاجين إحنا لمن نسي استخدام يعني طبعا إحنا عندنا أزمة في الوعي يعني حقيقة بتعمله نهاردة ده يعني من النوادر في الإعلام المصري إنك تلاقي وإعلام رياضي كمان يبقى مهتم بحجم سوء فيه مليارات أكتر يمكن من الإعلام التقليدي يعني يعني عجم المليارات اللي موجودة فيه أكتر وأكبر من الإعلام التقليدي فعمل لنا أزمة وعي إحنا الناس كلها ولا تعرف ولا وغدى بالها باللي بيحصل فده المشكلة مش في التطبيقات زي السكينة سكينة نقدر نقطع بها التورطل وقدر ندور بها حد فهو في الآخر استخدامك للمنتج ده لكن بالنسبة للزكاة الاصطناعية بالعكس ده هو جاي عشان يساعد البناء ده وسائل التكنولوجيا احنا منتكلم على الفترة اللي حصل فيها جائحة كورونا إيه اللي خلي العالم قدر يكمل التكنولوجيا يعني لو لا وجود التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي دي كانت الناس نصها مات بالاكتئاب لأنه مش عارف يوصل لحد مش عارف يتوصل مع حد الناس ما كانتش تعلمت لأنه ما كانتش تخدموا الوسائل تعليم عن بعد واستخدام التكنولوجيا الناس ما كانتش تقدر تتابع حاجات كتير جدا في الأحداث الرياضية حتى في كل أنحاء العالم فالتكنولوجيا بالعكس التكنولوجيا هي معمولة في الأساس عشان تحسن حياة البشر توإنهانس الكواليتي وفلايف زي ما الأجانب بيقولون لكن احنا استخدامنا للتكنولوجيا ازاي وتطوعنا لها ازاي هو ده مربط الفرص ده هيتم ويتحسن ازاي طبعا بالتوعية زي ما حاجت بتعمل دلوقتي من خلال برنامجك أتمنى كل الزملاء في القناوات التلفزيونية وفي المواقع الإخبارية يتدوا يعملوا ده يبعدون حمل التوعية لو كلمت في خطوات يعني النهاردة مثلا أنا الفكرة أو المبدأ أو الكنسب ده جاذب جدا وأعتقد أنه بمن بيحق مصالح كل الأطراف يعني كل الأطراف هتبقى مستفيدة من وجوده اللاعبين أعتقد هتستفيد منه الأجهزة الفنية تستفيد منه إدارات النية دي زيادة الموارد كل ده بيحقق مصالح مشتركة ومجتمعة وبالتالي الرغبة ممكن جدا تبقى موجودة آلية التنفيذ هل فيها صعوبات هل التكنولوجيا دي متوفرة هل هي في بدايتها هتكون عالية التكلفة ولا الموضوع ده التطبيقه من السهولة أننا ممكن أبدأ فيه على طول هنا في مصر يعني خلينا أقول الحقيقة هو طبعا ما ليش برضو هل محتاج التوجه ده ولا ممكن إرادة منفصلة مثلا لنادي بعينه أو لجهاز كورة حتى بعينه أنه ممكن ياخد خطوات في ده لوحده لا يستطيع قرار من جهة أعلى منه الحقيقة خلينا أقول الحقيقة أنه الموضوع مش مرتبط بإرادة الدولة لكن طبعا لو في إرادة الدولة بيسهل كتير جدا 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 لأنه بتشوف انعكاسه في كل حد ويطبع عملية تسهيلات من كافة الجهات لأنه في الآخر أنت بتتعامل مع حجم بيانات كبير جدا كل ما بيزيد حجم بيانات كل ما بيزيد قدرتك على استخدام الزكاة الاصطناعي لأنه لو حجم البيانات صغير المخرجات بتاعت الزكاة الاصطناعي بتبقى أوليلة لكن تقدر تبدأ من مؤسسة صغيرة تبدأ من كيان صغير من مكان صغير العائد تكلفة ما بقتش عالية تكلفة مقدور عليها جدا العائد بتاع الزكاة الاصطناعي لسه طبعا فيه حاجات فيها تجارب كتير فيه حاجات لسه مش أبروفد يعني موضوع الشريحة مثلا بتكلم عليها بتاعت إيلون ماسك دي هتحسن من اتخاذ القرار استردموها لسه ما خلتش أبروف من إيه هتبقى سهلة جدا صعبة جدا لا حلينا أقولها حقيقة أنه لسه الحدوة طبعا فيه خناقة بس هتحصل ليه؟ لأن احنا النهاردة احنا لعب الكرة أو لعب أي رياضة هي مجموعة قرارات إمتى هلعب الكرة؟ إمتى هشوتها؟ هشوتها إزاي؟ هتحرك أخذ قرار جدا شريحة دي وارلسة دكتور مصطفى كل ده الشريحة بتبقى موجودة في الجسم وبتتحكم في بعض الحركات بيتحكم في الشريحة آه طبعا فيه تخوفات دي كلها تخوفات طبعا وعلى فكرة الخيال العلمي شوفنا أفلام ساينس فكشن كده آه طبعا وخيال العلمي بيقول أنه أنت ممكن بعد كده حتى الروبوت بتبقى فيه تتقلب على البني آدم وتتحول وده أمر على فكرة فيه تخوف منه لكن نحن نتكلم أنه الجزء الأخلاقي من العلوم لأنه كل العلوم فيها جزء أخلاقي وجزء لا أخلاقي لو أنت طوعتها للجزء الأخلاقي هتفيد بشرية الجزء لا أخلاقي طبعا هتضر البشرية بلا شك يعني متوفق مع هيك بس ده جزء من الجيم زي ما بيقوله أو جزء من اللعبة أنه أنت بتطور عشان تستفيد يعني ما هو اللي عمل الديناميد في الآخر عمله عشان يفجر الجبال ويستخرج الكنوز لكن فيه ناس بتستخدمه في الحروب فده مش معناه أن الديناميد نفسه وحش لكن هو نفس الفكرة بتاعت التطور العلمي زي ما بيقوله حقيقي أن أنا أقدر أطور اللعيب وقدرته على اتخاذ القرار وسرعة قدرته على اتخاذ القرار أنا إمتى شوت إمتى أرقص إمتى باصي كل ده عمليات على فكرة بتاخد وقت طويل جدا أنا بشوف بعض يعني طبعا عشان بنتابع هنا بشكل يومي تأمرينت النادي الأهلي وبنرقل يعني جزء منها لجمهور السادسة بشوف في أوقات كتير جدا في أثناء فترة التمرين أجهزة كتير جدا موجودة على اللاعبين أو في إيد أعضاء الجهاز الفني بتاقي ده جزء برضو مرتضب بطبيقات الذكاء الاصطناعي وقدرة على أنك أنت يبقى عندك مجموعة بيانات تفهم منها أوجه القوة وأوجه الضعف في كل اللاعب بتقدر إزاي تشتغل على أنك تطور من مستوى تعرف إيه اللي ممكن يكون نقص عنده وتكمله أو تشتغل عليه بشكل صحيح الجهاز اللي هو موجود دايما في ظهر العيبة حتى بنلاقي دايما في ظهر العيب كده في جهاز ترانزميتر كده جهاز ده في الأساس معمول لقياس الوظائف الحيوية للعيبين عشان يبين لك اللاعب ده إيه اللي يعني اللي بيطلع تحليل بيانات بقى بالضبط كده اللي فيه لو فيه أي خطورة أو أي حاجة عشان طبعا الحوارس المتكررة اللي حصلت بالإضافة لبعض البيانات زي ما حيكتها تفضلت الخاصة به حركة اللاعب سرعته قدرته سرعة الشوطة بتاعته سرعة الرجل اليمين سرعة الرجل الشمال قوة الرجل الشمال بالضبط كده سرعة رد الفعل بتاعته جري كم كيلو معدل السرعة عنده كل دي طبعا لكن يعني تحليلها بقى وقفل الدائرة لأن احنا عندنا الدائرة دائما مفتوحة قفل الدائرة بقى أنه يبقى عندي برامج للتحليل للحاجات دي وابتدي عندي إنهانسمنت للعبين تطوير أو تحسين لأداء اللاعبين هقالك كتير جدا على فكرة في استثمار رهيب جدا في عملية الريكافوري بتاع الإصابات باستخدام الزكاة الاصطناعي احنا بتشوف فرقة زيارية المدريد بتلعب تقريبا كل يومين وبتلف العالم كله وتكسب كل البطولات وحجم الإصابات عندهم شكل عامل إزاي ليه لأنه هما بيستخدموا تقنيات الزكاة الاصطناعي في شكل استباقي كان معايا يعني أحد ضيوفي هنا برضو كان متخصص في الطب الرياضي وكان بيكلمني على أنه النهاردة بيبقى فيه تحليلات قبل بداية الموسم تحليل زيال الديان اي ومن خلال التحليل ده تقدر تعرف طبيعة التكوين الجسدي والعضلي لكل لاعب وتقدر تعرف تكون أكتر عرضة للإصابات وتقدر تتعامل معاها بتمرينات معاينة بحيث أنك تقدر كجهاز طبي بقى تمنع حدوث الإصابات دي من الأساس هذا أهل الدائرة بقى اللي بقول لحقيق عليه ده زكاة الاصطناعية الزكاة الاصطناعية ده لازم أربطه بالصوفت وير التاني أو بالبرنامج التاني اللي هو يحلل لي الأداء اللاعبين فأقدر من خلالها أقل الفرص الإصابة اللي أخد بالحقيق برضو اقتصاد لأن أنا ما أجيب لعب بتلاتة أربعة ميديون دولار ويبقى نص النص ما بيلعبش نتيجة إصابات ده معناه أن أنا خسرت نص الفلوس دي صح فإحنا بنتكلم فيه حاجات مهما بلغت تكلفتها هتبقى كام لكن الخسارة حجم الخسارة الناتج عن عدم استخدامنا للتقنيات دي بيبقى كبير جدا لو إحنا حسبنا صح لكن إحنا دايماً بموز تحت رجلين للأسف يعني من خلال تحليل طبعاً من خلال تحليل استخدام بعض الأجهزة في عملات وده على فكرة فيه عالم مصري متخصص في الألم والحقيقة استخدم صفت هاردوير أو جهاز من أسبانيا وبيستخدم على فكرة في أكتر من نادي في أسبانيا لتسريع عملات الاستشفى وكمان تقوية الأماكن الضعيفة اللي زي ما حقيقتفضلت وقلت أنه بيبتدوا من خلال تحليل الDNA بتاع اللاعب يقدر يعرف أنه عنده العضلة الفلانية محتاجة تقوية فإزاي يقدر يساعد فيه عملية تقوية العضلة الجهاز ده موجود بالفعل موجود في مصر يعني ده جهاز مرتبط بفكرة برضو artificial intelligence ولا ده جهاز موجود في المستشفى أو مكان خاص في الطب الرياضي مرتبط طبعاً بالطب الرياضي رقم واحد ويتم العمل عليه من خلال artificial intelligence يعني هو فيه جزء مدرك جهاز بيستخدم تقنيات الزكاة الصناعية ويستخدمه أكتر من هذه على فكرة في أسبانيا وفي الدول الأوروبية واحد من علماء مصريين يعني المسؤول عن الموضوع ده عالم مصري في كل الطب على فكرة في جامعة القاهرة طب الأسرعين يعني دي واحدة من أهم عوامل اللي أنت تتكلم فيه تحديداً واحدة كن بلسأل دايماً ليه النجوم الكرة في أوروبا على وجه التحديد بياخدوا عدد كبير جداً من المباريات في أعلى مستويات منافسة سواء كانت محلية دوري أسباني دوري إيجليزي دوري إيطالي دوري ألمانيا أو حتى دوري فرنسي أو حتى على المستوى القري أو حتى على مستوى المنافسة مع منتخباتهم تتكلم في دايماً طب لفل ورغم كده حجم إصاباتهم ومعدلات غياباتهم عن المشاركة أقل بكتير جداً طرق العلاج والتطور طرق الاستشفاء بس حقيقة طول ما عندنا أصل ما بنتحركش فكرة أصل طول ما عندنا كلمة أصل أصل أنا يمكن كتبت مقال من حوالي سنتين كتبت قلت أصل هي أصل كل الشرور بحقيقة هنا في مصر أو الله حلم إحنا في مصر تيجي تقول يا جماعة فيه علوم جديدة ربض يعني جاهز أصل أصل أرضية الملعب أرضية الملعب عامل بس مش هي العامل الوحيد أصل حالة الطقس أصل 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 فيه 300 مبرر أن أنا ما تطورش أن أنا ما مرجعش للعلوم الجديدة أن أنا ما استخدمش تقنيات الزكاة الاصطناعي في منع الإصابة أصلاً يا خد بقى حقيقة أنه تقنيات الزكاة الاصطناعي مش بس في عملية الاستشفاء لا ده كمان أن أنا منع الإصابة زي ما حقيقة تفضلت بتحليل اللعبين وتوقع أماكن الإصابة وتقوية العضلات دي وده اللي بيحصل مثلا مع محمد صلاح محمد صلاح الراجل بيبدأ قاله رجله اليمين ومشاء الله أنه من بارح شوفنا جون برجله اليمين على طلقة طلقة محمد صلاح ما كانش رجله اليمين قوي خالص ولكن بيعفي رأس ولكن بالضبط مثلا يعني 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 لعيب سريع وبيشوت كويس على الجون دراخل يفركون كده النهاردة محمد صلاح داخل على مصر ده نتيجة إيه ده نتيجة إيه نتيجة استخدام للتحليل البيانات استدام لتخليطات الزكاة الاصطناعية ده اللي احنا بنقوله ده على فكرة التحول اللي احنا طالبينه أن احنا والمشروعات القومية اللي اتمنى احنا المفروض نبدأ مع الصغيرين كمان احنا صغيرين على فكرة حتى في مصر في كل الحاجات بنختار لهم ناس ماشي حالك يعني حتى في تدريب اللعبين لا ونبع دكتور مصطف ما دخلش في الصغيرين لأنه الصغيرين دول يعني الوضع كارسي ده المشكلة إنه كمان مش متشاف يعني احنا شايفين الكوادرس اللي بتحصل فوق عشان اهتماماتنا باللي فوق أندية ومنتخبات صحيح لكن تحت يعني أنا مهما عاود أحكي لكم لكن لموضوعنا ولا وقتنا يسمح بدها خلينا كلامك على الكوادر يعني زكاة الرغبة موجودة والإمكانات متوفرة هل الكوادر اللي تسمح بأنك يبع عندك تطبيق للزكاة الصناعية طبعا جدا علينا أن أقوله حقيقي أنه تقريبا 90% من العالم العربي من الكوادر اللي موجودة في العالم العربي اللي شغالة في الزكاة الصناعية والميتة فيرس مصريين شباب مصريين احنا عندنا في مصر أكتر من 20 كلية حاسباته زكاة الصناعية وأكتر من 30 أو 40 كلية هندسة فيها أقصى متخصصة في الزكاة الصناعية في الهارد وير وفي الصوفت وير في المنتج في مجالات تانية غير الرياضة المنتج بطال هارد وير الحقيقة لست ما دخلناش فيه بشكل قوي ولكن احنا عندنا خطر شديد أنه الكوادر اللي بتتخطف لأنه العالم كله برا مصر برا مصر برا مصر احنا بتروح الدول الخليج دلوقتي 90% من الكوادر اللي شغالين في الزكاة الصناعية في كافة المجالات من ضمنها مجال الرياضة من ضمنها حتى التحليل الرياضي بالمناسب من ضمنها حتى التحليل التقليد الرياضي هتلاقيهم كوادر مصري فأتمنى أن نبقى فيه مشروع قومي زي ما حيك أشارت أنه الدولة بتتبنى ده أن احنا احنا بتكلم على حجم اقتصاد 1700 مليار دولار في المجال 2030 اللي جاي يعني احنا بتكلم النهاردة 20-23 كمان 7 سنين هي بالحجم ده فلو قدرنا نبدأ من دلوقتي هيبقى لنا دور كبير جدا في فعلا في مساعدة هذه الدولة اقتصاديا من كل جوانبها الرياضة جزء منها زي ما أقوله حقيقة النهاردة لو الأهلي جاب فريق من الخبر المصريين وقرر يدرس الفكرة اللي أنا قلتها ويعتبروها كده يعني ايه معلش يعني يعتبروا أنه ده شخص جاي حالم وجاي يقول حاجة كده وخلاص بس يدرسوها أنه نعمل نادي الأهلي على الميتا فيرس وتفتح الاشتراكات وشوف النتيجة شوف النتيجة كل اللي انت محتاجه أنه فريق متخصص وده نقدر نساعد فيه سواء المصريين اللي برا مصر أو المصريين وجوه مصر هيصور المكان بشكل كويس وخليك تبقى عايش من برا جوه لنادي الأهلي ناس كتير جدا تحبت موضوع ده وناس نفسها بشكل كبير جدا وتعملوا بقى اشتراك شهري اشتراك سنوي اشتراك مدى الحياة زي ما تحب يدرسها بقى الاقتصاديين ويربطوها بتكلفة الخدمة ويعملوا شيء يبقى فريد على مستوى العالم الناس كلها تفرج عليهم يبقى سبقنا في حاجة لأن حقيقة بدرة الأمل اللي أنا بشوفها دايما في مصر في الرياضة بتبقى دايما من نادي الأهلي سبق في كل حاجة من فضل ربنا علينا إدارات الأهلي المتتالية ناس محترفين فأتمنى أنه ياخدوا الفكرة دي يدرسوها أنا أعتقد أنه الفكرة في الأهلي بشكل خاص ومفترض يعني أعتقد بشكل عام سواء اتحاد كرة سواء وزارة شباب الرياضة أعتقد أنها مفترض أنها تلقى قبول جدا وللأ لكن خليني برضو قبل ما أختم معاك تكلمنا على بعض التجارب أو النماذج اللي خدت خطواته ونجحت بالفعل يعني تجارب ملهمة إنجاز التعليق آه خلينا أقولها حقيقة احنا قلنا تجربة من 2002 يعني تجربة كوريا وليبان 2002 نحن نكلم على حاجة شبهنا دكتور مصطفى خليني أقوله حاجة عندنا أو حد هنا أقوله حاجة قطر 2022 احنا قطر 2022 حقات نسب مشاهدة من خلال استخدام تقنيات الزكاة الاصطناعي والميتافيرس بشكل يعني رقمي مرعب جدا بملايين المشاهدات وده انعكس على العوائد الاقتصادية اللي نتجت عن كاس أنا حابب أكمل معاك الفكرة والموضوع وحابب أؤثر لتكون معنا صورة شكله أكبر لكن أنا بجد استمتعت جدا واتشرفت بوجودك معي النهاردة الدكتور مصطفى وأشكرك شكرا جزيلا دكتور مصطفى سابت وللحلقة دي إن شاء الله أنرتب يكون لها جزء تاني نحاول نقرب لحضراتكم الموضوع ونديكم التصور الكامل لفكرة تطبيق التطبيقات الخاصة بزكاة الاصطناعي في قطاع رياضي على وجه التحديد وفي كل أمور الحقيقة أعتقد أنتم حاسين بيها وبتشوفوها في بيوتكم وفي أشغالكم وفي حاجات كتيرة جدا موجودة حواليكم لكن أعتقد أنه في قطاع رياضي همنا جدا أنه التطبيقات تبقى موجودة عندنا أعتقد تعمل معنا فارق على كل مستويات اقتصاديا وفدنيا إدارة ولعبين وجمهور بالتأكيد هيكونوا كلهم مستفدين بشكرك دكتور مصطفى مرة تانية بشكرا جزيلا بشكركم كمان على متابعة حلقة نهاردة بكرا إن شاء الله ماتش المعاولين كل التوفيق لفرقتنا ونتقابل على كل خير يوم الأربع حلقة جديدة السادسة تحياتي لكم